مقسام حاد داخل الولايات المتحدة في شأن السياسة الخارجية الأمريكية هذا ما كشفته صحيفة بوليتيكو في مقال لها تحدث عن فجوة بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتصل بالسياسة الخارجية والدور الأمريكي في العالم في هذا السياق برز في مؤتمر الديمقراطيين بشيكاغو اهتمام الناخبين بقضايا رئيسة من بينها السياسة الخارجية والأملية لا تفضيل الناخبين للأحزاب ومرشحيها فقط هنا يظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 54% من الجمهوريين يفضلون دورا نشطا في القضايا العالمية على عكس الديمقراطيين الذين يفضل 68% منهم ذلك دعم الجمهوريين لدور أمريكي في الشأن العالمي يعد الأدنى له على مدى الأعوام الخمسين الماضية حيث يعتقد 13% منهم فقط أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسئولية قيادية في الشؤون العالمية فيما يعتقد أربعة من كل عشرة أشخاص أن التحالفات تفيد حلفاء واشنطن في الغالب على المقلب الآخر ما يقارب 70% من الديمقراطيين يعتقدون أن التحالفات إما تفيد الولايات المتحدة وحدها وإما تفيدها مع حلفائها أما في شأن الشرق الأوسط فيدعم الجمهوريون إسرائيل والمشاركة الأمريكية أكثر بكثير من الديمقراطيين ووجد الاستطلاع أن 53% من الجمهوريين يعتقدون أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية مبررة في حين يعتقد نصف الديمقراطيين أن واشنطن بالغت جدا في دعمها إسرائيل ويفضل 6 من كل عشرة ديمقراطيين ممارسة الضغط الدبلوماسي أو خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل فيما يرى نصف الجمهوريين أن الولايات المتحدة يجب أن تسمح لإسرائيل بفعل ما تراهم لائماً محمد عز الدين الميادين